هناك طريقتين أساسيتين للتعبير عن أي صورة تراها العين البشرية الطريقة الأولى وتعتمد على إصدار الضوء كما يحدث على شاشة التيفي وشاشة الكمبيوتر وبالرغم من العدد اللانهائي من الألوان التي نراها على شاشة التيفي فإن هذه الألوان تتكون من ثلاث ألوان رئيسية فقط وهي اللون الأحمر واللون الأغضر واللون الأزرق وللتوضيح أكثر نفترض أننا في مكان مظلم ثم نقوم بإضاءة ضوء لونه أحمر ثم ضوء أغضر ثم ضوء أزرق فإذا حدث تقاطع للضوء الأحمر والضوء الأغضر ينتج في هذا التقاطع ضوء لونه أفتح وهو الضوء الأصفر أما إذا حدث تقاطع بين الضوء الأحمر والضوء الأزرق ينتج في هذا التقاطع ضوء لونه ماجندا وإذا تقاطع الضوء الأغضر والضوء الأزرق ينتج عنهم الضوء اللبني أو السيان وإذا تقاطع الثلاثة أضواء معا كان حاصل جمعهم هو اللون الأبيض أما إذا انطفعت الضوء الأسود فإن حاصل طرحهم هو اللون الأسود وبذلك نجد أننا حصلنا من خلال الضوء الأحمر والضوء الأغضر والضوء الأزرق على الألوان اليالو والسيان والماجندا وكذلك حصلنا على اللونين الأبيض والأسود وللتوضيح أكثر فهذه الصورة التي نراها أمامنا تتكون من عدد لا نهائي من الألوان ولكنها في الحقيقة ليست إلا اللون الأحمر واللون الأغضر واللون الأزرق وعن طريق دمج هذه الألوان الثلاث ينتج عنها الصورة التي نراها أمامنا بهذا العدد اللانهائي من الألوان وتسمى هذه الألوان الثلاث ألوان الضوء أو الـ RGB وهي تعتمد على إصدار أو إشعاع الضوء في التعبير عن الألوان أما الطريقة الثانية لعرض الصور فهي تعتمد أساسا على إنعكاس الضوء على الصورة وهذه الطريقة تستخدم في المطبوعات سواء التجارية أو المطبوعات على الطابعة الشخصية حيث أن الطباعة بوجه نعام تعتمد على الأحبار وهذه المطبوعات التي نراها بعدد لا نهائي من الألوان حتى الصورة الطبيعية المطبوعة ما هي إلا أربعة ألوان أساسية وهي السيان والمجانتة واليالو والبلاك وحيث أن الطباعة تكون على سطح أبيض وهو سطح الورق فنجد أننا إذا وضعنا بقعة حبر السيان وبقعة حبر مجانتة وبقعة حبر صفراء أو يالو فإن تقاطع اللون السيان مع اللون المجانتة ينتج عنه اللون الأزرق أما إذا تقاطع اللون السيان مع اللون اليالو ينتج عنهم اللون الأغضر وإذا تقاطع اللون المجانتة مع اللون الأصفر ينتج عنهم اللون الأحمر ونلاحظ أنه في حالة تقاطع الثلاثة ألوان معا ينتج عنهم اللون الأسود وبطرح هذه الألوان الثلاث ينتج عنهم اللون الأبيض كما نرى وبذلك نجد أننا مع وجود الثلاثة ألوان معا السيان والماجنتا واليالو قد حصلنا على اللون الأحمر واللون الأغضر واللون الأزرق وأيضا اللونين الأبيض والأسود ولكن اللون الأسود الناتج من الثلاثة ألوان معا هو أسود ضعيف لا يمكن الاعتماد عليه في عملية الطباعة لذا نحتاج إلى إضافة حبر رابع وهو الحبر الأسود بنسبة 100% وبذلك تكون ألوان الطباعة هي أربعة ألوان وهي السيان والماجنتا واليالو والبلاك وبالنظر إلى هذه الصورة المطبوعة نجد أنها تتكون من أربعة ألوان أساسية وهي السيان واللون الباجنتا واللون اليالو واللون البلاك فبعد أن ننتهي من التصميم يتم إرساله إلى مكتب فصل الألوان والذي يقوم بدوره بفصل التصميم إلى أربع ألوان أساسية وهي فيلم لللون السيان وفيلم لللون المجنتا وفيلم لللون الأصفر وفيلم لللون الأسود وكل فيلم من هذه الأفلام يعبر عن نسبة كل لون في الصورة وبعد ذلك تذهب هذه الأفلام إلى المطبعة حيث يقوم الفني هناك بتعريض ألواح الطباعة أو الزنكات فيصبح لدينا أربعة زنكات للأربعة ألوان وبعد ذلك تتم عملية الطباعة حيث تمر الورق عادة بيضاء بداخل ماكينة الطباعة ثم تتعرض أولا لللون السيان فيتم طباعة اللون ثم اللون المجنتا ثم اللون اليالو ثم اللون الأسود فتظهر لنا الصورة في النهاية بهذا الشكل